اشتركوا في القناة 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 لقيت حاجة رهيبة نزلت في الوزن قلت لي اتکسم بالله كنت مفيش اسبوع ولا كم يوم ودخل عملت تغيير روحت كل ده اتلغى قلت لي والله وحيات عيالي ولا عملتها قلت لي لأ نزلت في وزناها على جلها هرموناتها اللي يحصل خلاص كده مش محتاج ان انا اعمل اي عمليات خاصة بتغيير مفصل عندي لازحزحة بتاعة الفقرات الرابعة والخمسة والثالثة والكلام ده لا دي ممكن ترجع عادي ننزل الشفرة ننزل في الوزن هلو الشفرة يحلو الشفرة فاهمين تعالوا ناخد يلا حبيبة من عائلتنا حبيبة من القاهرة صاموا عليكم من القاهرة صح يا شباب حبيبة حبيبة انا مستمعاها طيب يكلمينها تانية حبيبة من العائلة يكتستاشو عشان برج معيكم المهم اتكلمت في الحلقة اللي فاتت عن عشبة الارجانو مش هتكلم بسرعة كده الناس اللي عندها هاي فرق التانشان اللي يحسن الضغط ينزل في الدم خلصانة اكتشفها الهنود مش الهنود كلها يعني اكيد حد من الهند قالك الشجرة دي نموها بطيء قوي بطيء قوي قوي الشجرة دي نموها بطيء جدا نظرا يعني اتكلمكم شوية عربي كده عندها هنكشف كيميكا ايه نظرا ان العشبة دي كلها مضادات اكسادة ومعادن وفيتامينات كتيرة جدا عشان كده بتنمو ببط ودايما بتكون موجودة فين يا بسابيسو في الاراضي السحلية قلت العشبة دي كت فين انا عايزاها فين دي حطيتها في كورس التخسيس الخاص ببسابيسو فقط اي حاجة تاني يعني ارجوكم مليش علاقها بيها اي حاجة تاني مليش علاقها بيها اه ناخد أمي محمد من الجيزة السلام عليكم يا Ыم محمد عليكم سلام ورحمة الله وبركاتك ازايك يا حبيبة أهلبي ازاي حضرتك يا باشا انا ممحمد من الجيزة حبيبة قلبي اي dio يعني ما محمد في الدنيا الله يخليك مرضو'tة مردوه ممحمد يا ربنا يخل ابو محمد كلها يا رب. بالباتي بيقولولها يا مباسابيسو. اه مباسابيسو عشان حضرتك بقى الشهارتي وبقيت حاجة جميلة لنا كلنا. حبيبتي الله يخليكي. انا متابعة حضرتك بس انا عاملة عملية غضروف وجسمي تقل بعد العملية دي. اتفكرش داينا سبني? قوليه عندي كم سنة طيب? عندي واحد وخمسين سنة. كنا بزغنانة الهم ده والله. اه والله. معلش. الحد لله. انتي اه اه وزنك زايد? اه وزني زايد من بعد العملية عشان حركتي قلت وكده فا انا الكلس ده هيناسبني انا عاملة عملية غضروف. اه عاملها بقى لك قد ايه? عاملها ليه ست سنين دلوقتي. ست سنين تمام. وبستغل وحركت كتير بس برضو الجسمي تقل برضو. اه الحرق كده عندك ضعيف. اه. طيب. وعندي ضغطة عالي. ضغطة عالي. بيجيلي ساعة ما بزعلي. يعني سكر مفاجئ. اه ده ده ما عايز. حتى لو بعد اللي قدر اللي ابعد الشر عنك ان شاء الله ليكرهوكي حتى لو فيه سكر. انتي عايزة كرسي التخسيس. اه. طبعا يمشي معاكي. انا خدت اقول لحدة عشان اه اه. اه. ينسب الضغط العالي والسكر مفاجئ. ايوة. طبعا. طبعا. حتي تحتها مي الخط. لا تقلقي تماما. انا برتاح لحضرتك والله. انت يقصم عندكي السكر. اه. اصلا يعني. وبعد كده لما تمشي عليه بعد عشرة ايام. اه. ما فيش حبوب السكر دي ترنيها ولا ضغط. ان شاء الله بامر الله هنوصل لده. بازن الله بازن الله. ربنا يطمن حضرتك بالخير يا رب. يا حبيبتي الله يخليكي. ويزيدك من نعيم الله. احنا متابعين حضرتك انا واخوتي وكلنا والله عشان بنحبك اصلا. والله يا حبكو ده هو اللي مقعادني بقى تفدأي. ربنا يسلح حبنا وحالك يا رب. الله ده انا بشوف حاجات يعني لو عرفتوها تقوليه يعني قد تخيرك ان انت قادة. بحبك في الليلة. وفي اي سؤال تاني قوليلي. خلاص. اه شكرا ام محمد من اه الجيزة. اه عندها واحد وخمسين سنة طبعا صغيرة. يجي حد يقولي لا واحد وخمسين سنة ده احنا جبيرنا. مش هتكلم. ام ايا. اه في الدور الرابع. عندي اربعة وخمسين سنة وتجاوزت. عاجي جدا. دجارتنا. مهم. لو ده انا اماما هتعمل فيها جلاء. هتعملني جلاشة. ايه المهم? وقالت بخطاعة عالي. وبيجي لها كده ايه مع ازعل السكر. مش متزبر. فيش الكلام ده? عملت عمليتها اهي اه. انا لسه كنت بقول ايه يا رب سبحان الله. حد روح لفلانت. قال له خس وتعالى لان انت المشاكل اللي عندك ده بسبب ان انت مليان جسمك تقيل على ركبك. والتاني قال له يلا نعمل عملية. طبع انت هتكوع وتدفع جامد. هتكوع وتدفع جامد. طب حضرتك دي وزنها زايد. ما تزبر تخس. لو خسد مش هتحتاج لعمليات دي. طب عملتها. هم? لست اتعبانة. ام محمد. ها نعمل ايه بقى? نعمل ايه? انا اللي هعمل? ولا انتم? احنا نعمل ايه بزا بيس والله. جات زاقينا. انا بس اللي بقول له ما تزاونيش. نمشي على الكورس. مفيش منه مشكلة? اه ايه مشكلة اللي فيه. ده اللي عنده سكر نوع اول وماشي على انسولين شغالية وبين بتاعه. خده. سكر نوع تاني خده. انا بقول نوع اول كمان. ضغط تعالي. الارجانو. فين صورتها يا شباب؟ ورد صورة للعيلة. انا عايزة العيلة تشوفها. عشبة الارجانو. ركزوا فيها كويس جدا. جدا. عازكوا تصوروها كمان. ما قلنا يا دكتور بسمة ما عندناش موبايلات بكمان. طيب ما بتكلموا الفريق بقى من الارقام عش كده دايما نعادة اقول ايه? بكلموا الفريق من الارقام اللي موجودة على الشاشة. طبعا لو اي حد عايز يكلمني. اي حد. فيه عايز تفسار. عايزين نحجز كورس دكتور بسمة. من خلال الارقام اللي موجودة على الشاشة او الواتساب. نفس الارقام. نفس الارقام عليها خدمة الواتساب. العجبة الارجانو. اقوى عجبة في عالم التخسيس. اقوى عجبة الارجانو. فيه دكتورة اسمها ستيفاني. ستيفاني. ماش دعو باسمها؟ دكتورة جديدة جدا. دكتورة في النتريشن في التجزال العلاجية. آآه قالت إن عجبة الارجانو هتعمل حدث كبير. يعني يعني هتعمل طفرة في علاج مشاكل كتير قوي 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 خاصة بمريض السمنة تخدوا بالكم الشهية المفتوحة هي سببها ايه تخدكم سببها ايه المعدة اولا وسعت كلما ناكل سكريات ايا كان ايه المعدة بتوسع سكريات والاملاح لا لا تقلل املاحك ولا تقطر منها الملح احنا قلنا بكده السوديوم لازم يكون موجود في جسمنا ليه اشارات مخنا اشارات مخك ومخ المخوخ كله جماعي كده ولا ايه معلمش بالسوديوم والبوتاسيا فلازم يبقوا موجودين في الكورس طب هو الكورس عليه نفس الخاص مياه بسابيس وآه يعني بعد كده ملكوش حجة ما تلتزموش اللهم بلغت خصم 45% على الكورسين خصم 45% على الكورسين والكورس التالت كله هدية يبقى ايه الكورس التالت كله هدئ بالمواد الفعالة الجديدة المواد الفعالة الجديدة الخاصة ببسابيس بسابيس بس ابيسو الارجانو يعني موجودة عجبة الارجانو هتطالكم نسبة 250 الى 300 ميلي جرام ما بين الفوار والكابسولات بناخد على كل كرس عقل بتين كريم بينحط ويشد الجل ولو فيه اي بيسموه مطبط كده في الجسم او سلوليت انسي الكلام ده بس تستمر ودهني كريم الصبح الجل بالليل بتاع نحت الجلد طب كرس العظام نفس الخاص كرس العظام حطتلكو في شجرة الشاي مش موجود غير وصوا اجتهاد يعني اللي اجتهادت وطلع عيني معيني كل ده عايز اقولكو يعني حاجة انتو من العيلة كل الحاجات دي يعني فيه ناس كتير جدا بصة فيها عايزين ياخدوها عايزين ياخدو التعب والاجتهاد والنجاة اقسم بلا انا ما كنت بنام انا كنت بشتغل في رمضان ما بالحقش اتصحر في بيتي والله ورحمة بنتي كنت بتصحر في الشارع عشان قعدة بذاكر وطلعلكو على الهوى عشان اقول كذا وكذا وكذا مش رمضان ده مش رمضان ده الا قبل فالحمد لله لكل مجتهد نصيب وواحد بقى ضميره بقى خالص بقى الواجهة الله طيب خلينا في الارجانو ما تدخلناش في عواطف ماشي من عواطف ما اعرفها المهم في عشبة الارجانو جت دكتورة ستيفاني دي قالت ان العشبة دي بتحل مشاكل السكر سواء انا جسمي زايد واوبرويت قوي يعني جسمي تخين قوي او انا جسمي رفاية عادي وعندي السكر في الناس كثير جسمها رفاية وعندها انسولان ريجستان مقامة انسولين لا ايه الاغرب عندها ده انسولة ساعة الكب ازاي الكلام دي بس ابيسو ده انا رفاية عادي جدا 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 عادي جدا ممكن يبعندك مقامة انسولين وانت رفنها كده ليه انت بتحرقي سريع ماشي فعشان رفاية حلوة جدا ماشي بس ايه اي سكر بتكليل نشويات بقى والامح والكل والنشويات والامح والشعير وا 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 ده بيدخل يتحوش دهون بياخدوا جزء هب بيديك طاقة يتحرق في بيوت الميتوكندري بيوتو الطاقة ميتوكندري اسمها كده بيوتو الطاقة في الجسم عشان انت عادي تتحرقي وا 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 فانت عندك مثلا الناس رفاية على الغدة ناشطة بزيادة قوي فبتعملك حرق جامل بس الدهون لو فضلت مترقمة داخل انسجة الجلد وفي مخازن الدهون وما تخلصناش منها بيجي عادي مقاومة انسورين وبيجي عادي ها تريجلس رايز دهون على الكب طيب اصحاب الوزن العالم قفت انا كنت زيكو عادي وانا حامل في بنتي الله رحمة تخنت جدا يا نهار بيوتكو كنت عايز اجيبلكو صورة ماما قلت يا بنتي بس بلاش فضايح قلت انا بيمينيش حاجة قلت بلاش عشان ما يعني وانا كنت عايز اوارهلكو اقديكو امل يعني بس يعني الحمد لله ان انتوا ايه واسقين في ده والله العظيم هنستمر على كورس التخسيس هنستمر على كورس العظام كل اللي انا عايزة منك عندك مشاكل في الغضاريف حضرتك معاك كورس العظام بعرفك الكوندرتين الهيلرونيك اسد والجلوكوزامين دول التالت اللي انا قلتهم دول دول بتوع الغضاريف دول مكونات الغضاريف موجودين في كورس العظام بس ادي واحد مش هتكلم يبقى اي حد تعبان خشونة رقبة مبقى عندي كورس العظام تاني الخصم 45% الكورسين والكورس التالت هدية كورس التخسيس كشور الاسباجول بتعمل ايه اللي في الكورس التخسيس بتاعي ها تنزل الدهون العنيدة تلطف الجهاز الهضمي تساعد معدتنا ها على هضم الاكل اللي قد كده ده اللي بينزل وبتساعد في انتصاص المعادن والفيتامينات ده كشور الاسباجول اللي انا بشوفه ان ده العمود الرئيسي بتاع الكورس بعد كده يأتي وراه عجبة المورنجة عجبة الارجانو عجبة الشلاجيت عجبة الجانسنج انت طبعا الجانسنج دي نسوتوها ابرجعلك الجانسنج دي مضادات اكسادة اي زيوت مهضراجة داخل جسمك العجبة الجانسنج دي بديب تطردها برا كل عجبة في الكورس بصتوا ليها لازمة مش محطوطة هباء كده اه حلو الكورس ده ده مليان اعشاب هاتو ناخد منه نجربه بيبقى فيه مضاعفات يا دكتور باسمة استحالة استحالة هو انا ليه باخد الكورس قبل ما اتكلم عنه ليه ليه عشان اشوف هيعمل لي ايه لو عمل لي حاجة جمدة عبتني لا خلاص حتى لو هينزلني في وزني لا وانا هصلح من هنا واخرب من هنا دي دي اهم حاجة عندي في كل كورساتي كده الحمد لله وشكر الله فماما من اوائل الناس في كدك كورس التخزيات يا بنتي هاتموتين وتموتك ايه ماما والله عظيم امين تماما ما انا كدت وبرده معاك فهي حبيبتي عندها ضغط عالي بطلت حبوب الضغط ونقدر كلنا نعمل ده وعندي من عيلة بسابيسو قالولي احنا بطلنا حبوب السكر وبطلنا حبوب الضغط طيب دلوقتي يا بسابيسو تعالوا باخد شركو في حتة مهمة قوي انا عايزة خس رقم كبير قوي تمام فتمام العرض بتاعك حلوة قوي انا بحاول ايه انك انكم بتتكلموا معي العرض الجميل جدا 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 اه بشكر بها في العجل وهكدو مفيش مشكلة وا 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 انا عندي فيتامين دال واقع يا دكتور سفر مع اني باخد حقا فيتامين دال دال ثلاثة طبعا هو فيه دال تاني نوع فيه نوع دال اسمه دال اتنين ماباش موجود اصلا لانه اي كلام ماخشوش مضروب ماباش موجود تشالوه دال ثلاثة من خمسة العشر تلاف واحدة قعد ياخد حقا وياخده تابلس كابسولات يروح الراجل يعمل محسن يروح يعاني وياخد سعاد مراته ويعملو تحليل فيتامين دال يلاقيه سفر سفر ازاي الكلام ده ده نصرف الافات على فيتامين دال ده حقا وبراشين يعني ما سيبتش الله ايه المشكلة ايه المشكلة؟ فيتامين دال الراجل بقاله ست شهور بياخده دفع الافات ده حصل وبرضه يعمل التحليل سفر سفر انتو عارفين فيتامين دال دال ده مفروض يكون موجود في جسمنا بنسبة قد ايه؟ قد ايه يا بس ابيسو فويل خمسين ينهرب يدقى طب لو خمسين يجي حد يقولي طب لو خمسين شغال من خمسين لحد سبعين من اول خمسين احنا فولة تكايلوا بقى صفر وفي ناس ثانية ها من عائلة بسابيسو الحين يا دكتور باسمة هات يا بنت يا لهوي فيتامين دال اتنين بتقولي اختي واحد انا احسن منها الحمد لله يمكن ايه واحسن منها ايه واحنا بنقع عريسة انا كانت واحد احسن منها انت انت اتنين وانت واحد بتذكارسة بقولكو خمسين ما احنا بناخد فيتامين دال ما بيمتصش في المعدة نعمل ايه؟ فانا قلت لا ما فيه ناس ممكن اجسمها تبقى فيها المشكلة دي فلازم الكورس ايه؟ يبقى فيه حاجة مهمة جدا عشان كل الفيتامينات اللي في الكورس التكسيس بتاعي تنزل المعدة تنتصى ويروح للدم وما انا حطى لكم فيتامين دال بس ساعاتها بقى لم تيجوا تعملوا التحليل هتشوفوا الفرق تعالوا ناخد جمانة من الجيزة سلام عليكم عليكم السلام ازاكي دكتور باس ما عاملة ايه؟ الحمد لله يروح قلب ازاك انت يا جوجو الحمد لله متبعاكي بقى لي فترة على سكرة يعني بجد حقيقي متميزة وبحب وصفتك اوي 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 يا روحي الله يخليك والله كنت عايز اعمل لكم وصفة النهاردة بس كنت محبطة ليه بس كلا اه والله كنت اعلانة شوية والسانة باطلع معاك وفرح يعني بعد كده واحنا بنافرح برؤيتك والله يا دكتور دكتور عكت كان عندي مشكلة لحد دلوقتي معرفتش خالص ان انا احلها ويمكن تواصلت كتير مع زكاتر التغذية ولكن للأسف برضو مش عارفة ازاي اعمل كده انا عندي ثبات وزني يعني انا كان وزني اصلا اسمين كيلو بعدين نزلت الجم اه لقيت نفسي وصلت السبعين كيلو اه وبعدين اكتقبت بق ان انا تخمته فا اكلت شوكولت كتير وكربات وبيزة وانا شغلي دايما ما خاليني ااكل 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 الشارع فمش عارفة افالي اكلتني怂ت 내 صحي فوراحة فلاقيت نفسي وصلت الاثنين وتمانين اا ااااااااااااااااااااا suit شببت قمных من هنا مهما ماكلش انا ممكن افضل طول اليوم ماكلش حتى الا واحدة بس. ام. فمش عارفة انزل خالص. اكتل شوكولاتة ببطلتيها? لا بطلت شوكولات بقالي فترة وبس المشكلة ان انا ممكن اكل مرة واحدة في اليوم برضو ما بخسش يعني. ماقلل اكل خالص. ام بس ده مصح. ما انت اه اه او ما الجسم هيشتغل ازاي ويحرق? لو ما فيش جوه العضاء الجسم مفهاش طاقة. المطور هيشتغل ازاي? بس هو انا انا سمعت اني بيقولهم الشرط يعني واقبة الفطار قالولي اه يعني اخاري فارق. ممكن تبطاري مثلا بعد المطرخيب تلات اربع ساعات. اه عادي جد. اه انا مع الموضوع ده. انا ما بعرفش اعمل كده. فممكن لما بنزل الشغل وارجع فبيكل بقى. انت دلوقتي يعني كام? واحدة وثمانين كيلو? انا واحدة وثمانين او. او. طوليك طب كام يا جمانة? تعرف طوليك? انا طولي واحدة وثمانين. او. وصلنا انا شوية? اه او صويرة فيك انا مش قوي. بس لما بنزيد ده دايما بلاقي الحالات عندي والعيلة بما يزيدوا واما صغيرين بتبقى كارسة عندهم. بالزبط طبعا او. صح? اه اه. طبعا. انا نسي اخذت كده عشرة كيلو مثلا. فهي في نظامك ازاي اقدر اتبعه او وثة كوية. لا عشرين كيلو. مش عشر يا لا. كان بدي والله اقول لك. اخذت حتى بس انا ما عنديش خارج. مش عارف انزل حتى كيلو. اه. اه. ليه ما جربتش الكورس? اه يعني انا بفراحة ما عرفتش اتواصل معاكو علشان نحوار الكورس كده. وانا حبه ان انا اخذت يعني اه طبيعي. يعني امشي عنه. ما هو طبيعي. كل حاجة فيه طبيعي. ده انت لو كلمت الفريق. اقول لهم انا عايزة بس انا من عائلة دكتور باسم. وعايزة لعرض الكورس بتاع دكتور باسم. هيجي للكورس تلات شهور. بيدفع تقريبا ربع تامنه. وتفرجي من اول عشر ايام. مكلمين يقول لي ايه. ايه الاخبار. من خلال الكورس ممكن اخذت قد ايه مثلا. كل جسمة حسب التاني. اصلي في ناس تانية بتطلع. يعني انا معرفش مين يعني ايا ان كان. اه هتخسف الشهر عشرين كيلو. ايه الكلام ده يا عام انتو كذبين عوي. عشرين كيلو ليه ان شاء الله بقالهم سنة وسنتين وثلاثة بكروش وبالسنين. انت في شهر هتخسسه عشرين كيلو ليه ان شاء الله ده انت اكده هتلعب على اعصابه. ده انت هتخليه مهايبر. ده انت هتضرب في النفوك. اه طبعا. حتى يعني الكورس ده يفيدني حتى لو انا عندي ثبات وزن مش عارفة فالس اكثر. انا لسه كنت هتكلم بقى. ثبات الوزن سببه حاجات كتير جدا. منها قلة شرب المياه. اكل السكريات. اكل النشويات الكتير. اه الجلوتين. واللاكتنز. اي حاجة فيها جلوتين. فاهماني? ده يعمل ثبات وزن. هرمون النمو مش موجود. احنا بقى بندي زوبة زقة. ثبات الوزن ده بنكسره تماما. ليه? عشان لو طلع من جسمنا هرمون النمو. ده على طول بيكسر ثبات الوزن. فانا بقدر اقصر ثبات الوزن. بكشور الاسباجول وعجبة الشلاجيت. كل عجبة موجودة اي ليه علاقة بحاجة. دول دول بتوع ثبات الوزن. اكسر ياعم ثبات الوزن وضبط المعدة وجهاز الهضم. كشور الاسباجول ده مخصص للمعدة. اي مشاكل في المعدة وجهاز الهضم. ساج بقى ليك جدر الشاح. قولون عصبي. قولون التقرحي وا وا وا. الشلاجيت تكسر على طول ثبات الوزن. ليه? لانها مليانة فيتامين دال. كماني? يعني انا انا دلوقتي ايه من هم اللي اتابعوا مع الكرس علشان اكثر وزن. لا ولا عايزة نظام. بطلي سكر بس. خفيفي. خفيفي بس. وانا اضفتلك بقى العشبة الجديدة الارجانو. تمام? دي يعني مش عايزة اقولك. طاقة نشاط بتعلي حرق الجسم جدا لانها بتعلي بيوت الميتو كوندرا بيوت الطاقة. اه اسمها عشبة الايه? الاورجانو. عشبة الاورجانو. اه. من دي من العطار عادي. لا اه. عطار ايه? ما كانش حد غلب. اما منين. تبتنى جيتها من العطار. يعني طبعا يعني اقدر اتواصل على الاورجانو على الشاشة. اه. اه. انا دي العشبة دي دي. العشبة دي مكتشفها في الهند. بتتزرع اصلا في الارجانو السحلية. ونموها بطيء جدا. انا حتى حتى صورتها على الشاشة. تفهمني? دي موجودة بقى. طبعا اتحنت. وبعد كده بتخش في كزا عمليات من التحليل ومختبرات اللي هم مختصين في ده. وبتتحط جوه الكابسولات. وجوه الفوار. الكورس معاكي. فوار وكابسولات. وعيلة بكريم لنحته وشد الجلد بندهن كل يوم بالليل. ثلاث كورسات معاكي. اه. لا الكريمات دي خطيق. بصي مش موجودة هنا. انا حتى عاد تدور مفيش هنا مش موجودة نهائي تحفة. مفكرة حركة يا دكتور وانساء الله هتواصل وهتلب الكورس. ولما خدت بقى هعمل حركة مدخلة تاني واقولك اننا خدت. اتمنى. ده انا عايزة كمان هبقول حاجة كده لما تقفلي يا جمان عشان كل العيلة تفرح. شكرا يا جمانة. آآ آآ قالتلي الأرجانو من العطار. ايه? الأرجانو هنجيبها من العطار يا خرابي يا. انا مليش دعو بالكلام ده. انا بكلم عن الاعشاب. الامنة تماما الطبيعية اللي في الكورس بتاعي. حد فيك هو يروح يجيب حاجة تعمله مصيبة. بعد الشر يعني عليكو يعني. لقدر الله ولا بلوة. لا بقوله ده مليش دعوة. اه? انا بقول. حد يروح يجيب كورس غير كورس بسابيسو. دكتور بسمع مليش دعوة. ان شاء الله لو شابه مليش دعوة برضو. دكتور بسابيسو. خلي بالك. اه? عشان يجينا الكورس الامن الفعال. طيب. اه? اه? دكتور بسمع. كنا بنتكلم في حتة. انا لما خست انا عايزة باقي اقول لكم حاجة حلو. كل عائلتي الكريمة اللي نزلوا في الوزن واللي لسه ماشيين على الكورسو هينزلوا. امانة عليكم. عملالكم مسابقة حلوة. وعايزاكو تبقوا مبسوطين. وتتحركوا. وتعملوا هالي. كل اللي خاصوا معايا. عايزاكو الاول تعملوا فيديو. كده تمسك مبايلك الكريم. خد يا بتي. يا وفاء. امسك التليفون اه اعمل فيديو لبسابيسو. تعملي فيديو. عايزة تبيني. اه وشك بينيه. لان انا هزيعه. هزيعه. عايزة. ما تبينيش وشك ما تبينيش. بنعمل ايه في الفيديو يا دكتور بسمع. السلام عليكم. الناس ايه? اللي خدت الكورس وحلالها مشكلة او اعمل لها حاجة كويسة. خسسها. علج لها الجلد العظم. شعرها بشرتها. بس اللي هم من عائلتي. سلام عليكم في الفيديو. انا الفيديو دقيقة دقيقتين. اخرنا دقيقتين. انا من عائلة بسابيسو. عادي يقوله انتو عايزين او عائلة دكتور بسمع اللي انتو اقوله بسابيسو عادي. انا بيمينيش. انتو اهلي يا الله. يا الله ما ليه يا غيركم انتو وماما. واخواتي طبا. المهم. فايه? ها? احنا من عائلة بسابيسو. وقربت يا دكتور بسمع معاكي كورس التخسيس. وباسم الله ما شاء الله نزلت في الوزن كذا. وتقولي حل معاكي مشكلة ايه? بس ده اللي انا طلباه. طب انا واخده يا دكتور بسمع كورس التخسيس وعظام. وواخده آآ آآ الشعر. وبقولي كل ده في الفيديو عادي. عادي. ما احنا ممكن نطول كده عن دقيقة ودقيقتين. طوله. احنا بعد كده نزبطه في ال آآ آآ ناخدها على آآ آآ ما راح. بييني شكلك بيينيه. مش عايزة بيينيه براحتك. هزيه في حلقاتي كلها. طيب. كل اللي واخد كورس من دكتور بسمع. يعمل الفيديو. يقول خد كورس ايه? حتى لو اخد الكورسات كلها بتاعة دكتور بسمع. ويقول كل كورس عمل معا ايه? حلله مشكلة ايه? وينصح باقي الناس بايه? بس كده. الكورسات الفيديوهات دي يا دكتور بسمع. نبعتها لمين? تبعتها للفريق بتاعي. فين على الارقام اللي على الشاشة? الواتساب. احنا ما عندناش واتساب. لا اتصرفوا لي ما تزهقونيش. هتبعتوه فين? بعتوه على صفحتي. بسمع الملة. او صفحة الفيسبوك الخاصة بالصحة والجمال. الفيسبوك بسمع الملة. بالعرض. هتلاقوني. ابعتولي الفيديوهات دي كلها على صفحتي. كلها. لإلا تبعتوها للفريق على الارقام اللي موجودة على الشاشة. على الواتساب. على الواتساب. الارقام اللي موجودة على الشاشة. انا عايز الفيديوهات دي. احسن فيديو. مش احسن فيديو من ان هو قال كلام حلو والكلام ده لا خالص احسن فيديو يعني اكتر حد استفاد من الكورسات والكورسات عملت له عظمة يعني مثلا حد خد 40 كيلو فده ايه ده ده انا هسقف تسقف للصبح او سقف سقف او عتوق على رأيه مين المجني اسمه ايه نسيت اسمه رمي جماد الله رمي ايه معلنا رمي صبري تقريبا مش مشكلة المواهد الفيديو اكتر فيديو او اتنين هاخد اتنين فيديو هين هياخدوا كورس ببلاش يلا تشجيع ليهم انهم عندهم ارادة واستمروا واستمروا معايا سواء خدت الشعر او البشرة او التخسيس او العظام تعملي فيديو اقف بحتة فيها نور عشان ايه تبقي بينه كلامك يبقى واضح صوتك واضح ما تبقيش صوتك واطي كده ولا علي قوي ايه ده انا بسمعش اصلا تمام طيب ايه تاني الفيديو بقى لقلا تبعتوه على صفحة الشخصية لقلا تبعتوه على صفحة دايموند صفحة البرنامج بتاعتنا صفحة دايموند تبطلعوا صفحة لقلا تبعتوه على الواتساب بتاع الفريق بتاعنا الواتساب بتاع الفريق اهو دي الارقام اللي على الشاشة تقدروا تبعتو كل الفيديوهات على الواتساب ودي صفحة بتاعتنا هي صفحة صفحة دايموند احنا بنتلع فاصل أصلا صفحة دايموند صفحة طيب اكيني مش هقول لو انا يا جماعة جاية منين بس حرم عليكم صفحة دايموند دي صفحة البرنامج دي صفحة البرنامج تقدروا تبعتو الفيديوهات وانتو بتبعتو الفيديو سواء على الواتساب من خلال الارقام اللي على الشاشة للفريق تقولولهم دا الفيديو بتاعي انا فلانة من عائلة بسابيسو بس ضروري جدا اتنين ارجعوا لي طب بسرعة اتنين اكتر اتنين فيديو لقيت فيه ارادة وحماس والكورسات عاملة معاه معجزة الحمد لله وشكرا لهم فيش معجزة طبعا بفضل الله ودعوات أمي هياخد كورس هدية كامل كل اي كورس تختاره شعر او مجموعة البشرة او مجموعة الشعر او مجموعة العظام او مجموعة التخسيس كل الكورسات اللي تطلبوها تقلق انتم اللي هتنقل هاخد فيديوهين لو لقيت الفيديوهات جاية كتير هاختار خمس أشخاص ده من عندي ده على فكرة يا شباب طيب تعالوا نطلع فاصل سريعا ونرجع بسرعة وتروحوا بأي حتة وجهزوا بقى الفيديوهات ووروني وان شاء الله هكسب عدد كبير بأمر الله يلا بينا يلا بينا حبايبي حبايبي بسابيسو أهلا بيكو رجعت لكم جعلنا يعني من الحرب رجعلكم من الحرب ماشي ماشي يا عيل انتو خلاص بقى هسيبكو لا بسابيسو هسيبكو هسيبكو واحد لا مدارش ده أنا مدارش هسيكو ده أنا قاعدة في ناس عايزة تطفشني شوفي بقى قولها لكو هاي بس يعني قولي مش هطفش قاعدة عشان خاطر الناس دي بتحبيني النبي لو لبستو ماسك ماسك وشي يعني جبتو وشي كده عملتو ماسك ولبستو ناس هتعرف برضه هتعرف انه دول بيقلدو دكتور باسمة دول الناس دي فيك فيك عالفين فيك ده اللي هو ايه مش حقيقي مش حقيقي ده على الفكرة طبعي ده من زمان مش حاجة يعني جده جد كده ده ده في الحقيقة يليوي ماقولكوش فقه الدنيا سايحة يلا ما علينا والله في الفصل بقت خايفة انا قفلة التليفون خايفة افتحه وماما تتصل بتعملي مشكلة ليه بقى عشان امو ايا امو ايه تاني همون ده عايزين ايه لو فيه وصفات معينة قلولي عايزين وصفة كذا عاملها لكو على طول عاملها لكو على طول طيب نرضو لكو تعملوكو وصفة بس بعض الناس اللي بتطلع بوشوش مو زيفة كده بقى انتوا فهمين بيئزوني تخيلين او والله بيئزوني جامد او نفسيا يعني بس انا معاكم لا تقلقوا معايا معايا ربنا وامي دعوتها الحمد لله والشكر الله بصوا بقى مش قادين اعولوكم حاجة همش قادين يتخيلوا ان حب الناس او النجاح او 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 عوض من عند ربنا بعد وفد بنتي ما تحطوها خدوا كل حاجة خدوا وهتقولي بنتي يوم واحد فربنا يا رب ما يكتب على حد كده المهم كل الفيديوهات اللي انتو عتصوروها دلوقتي ماما مثلا كانت واخدى كرسي التخسيس كانت مشى عليه والله العظيم بس انا بقول مثلا ماما بتكذف جدا صحيح لا تعملي فيديو سواء تبعيني شكلك او لا او ما عنديش مشكلة ما عنديش مشكلة عزبيني شكلك بانيه مش عزبيني شكلك بتبعينهوش بتعملي الفيديو تحكي فيه تجربتك مع الكرسي اللي خدتيه انا يا دكتور بس ما طب واخدى كل الكرسات بتاعتك تتكلمي كل كرسي عمل معاك ايه في انجاز عشان خاطر هيكون فيه فيديوهات كتير عايزين نعرضها حتى لو الفيديوهات كتير يتقوي هخلي بامر لا زحياني ربنا كل حلقة كده ايه فيديوهين في تلاتة في اربعة كده عشان خاطر اشوف اكتر بامر الله لو لقيت الفيديوهات كتير هاخد خمسة لعشرة والكلام ده انا اللي بقوله هتشألي ومقالولي اتنين بس هنروح تقالي لخمسة وعشرة اكتر خمس فيديوهات اكتر خمس فيديوهات ها اصروا فيا انا وعليه والله عظيم اعايز اديكم وكلكم والله والله يعني انت حسب عليه فين ياكت العين قصيرة والعين بصيرة ولا اسمها ايه ماشي العين قصيرة والعين بصيرة يبقى كده الفيديو تبعت فين على الواتساب بتاع الفريق ضروري جدا الكورس انا من عائلة بسابيسو في اول الفيديو سلام عليكم انا من عائلة دكتور بسمة او انا من عائلة بسابيسو وخدت كورس الشعب وخدت العظام وخدت رولايت مجموعة البشرة وخدت التخسيص عملي ده مجموعة دي عملتلي كذا كان عندي معدتي مش عارفة ايه كان عندي امساك كان ايا كان وتحكي بس لازم في الاول انا من عائلة دكتور بسمة تمام عشان خطي كل الفيديوهات دي هتجيلي واشوفها فاللي مش من عائلتي مش ما رفوش عامل ايه وتحكي الفيديو هينزل تمام هاختار خمسة من الفيديوهات دول هياخدوا كورس كامل مجانا كورس كامل ايه هناخد اي كورس اي كورس تشاوروا عليه بشرة خد يلا مجموعة ترولايت كلها شعر خد المجموعة كلها عظام مجموعة هدية والكلام ده على مسؤولية الشخصية الفيديوهات نبعتها فين على صفحتي على الفيسبوك بسمة الملة او اه اه الارقام اللي موجودة على الشاشة على الواتساب او صفحة دايموند او صفحة دايموند او على الواتساب للفريق بتاعي احنا تابع دكتور بسابيسو ده الفيديو عبتع بسابيسو وفي بداية الفيديو طبعا نقول بسم الله والسلام عليكم انا من عائلة بسابيسو انا معاية دكتور بسمة وتبدأي تحكي بقى خدس ايه وا 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 تمام فهمتك هو هناخد بعمر اللي اختاره من خمسة لعشرة هياخده كرسي كامل باختياركم انتهم لحد باب البت هيجيلكش هستفع ولا جنيه معانا من يا شباب امال امال مجيزة سلام عليكم عليكم السلام وزيك يا دكتور زيك يا مولة انا لسا معاكي بتقولي في مساب او انا من عائلة بسابيسو على فكرة انا من العائلة طب ماشي وخدت الكرس وخدت 20 كيلو وشكري جدا 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 طب اهو اول متصابقة يعني انت خدتت 20 كيلو ايوة الحمد لله والشكر الله في حاجة تانية كانت مشكلة او حاجة تانية تعباكي او جربتي كرسات تانية من الكرسات اللي بتكلم عنها لا او انا برضو خدت الحاجات اللي هي بتاعة العزام وحاجات الشعر وكلها حاجات نجيزة طب حلو انا انت خستي طيب يعني انا فرق معايا كتير بجد الكرس فرق معايا كتير 20 كيلو رقم انا طبعا انت لسا مكملة ولا بنسبت بقى وزن لا لسا شوية لسا شوية بقى كده بنسبت ايوة بس اينا بقى عايزكي تعملي الفيديو زي ما انت ما قلت لي كده دلوقتي طبعا ده طبعا ده حرية شخصية انا مش بجذر مش اكبار انا بحمزكو فاهماني اينا اه اطولي انا تبع بسابيسو بسابيسو يا لعوة ده انا ماما ترح تجيب الخضير يقولولي حاجة بسابيسو وقيتلي كده يا بنتي على اخر العمر ده بيقولولي حاجة بسابيسو ترح ما عيش يا ماما عديها بقى بنتك بقى فنعمل الفيديو احنا من عائلة دكتور بسمة من عائلة بسمة بسابيسو اللي انتوا لازم في الاول نقول كده ونشرح الكورسة عمل معنا ايه وخدنا ايه انت مثلا ما شاء الله خدت العظام وخدت التخسيس تومي ايه انا خسيت على كورسة تخسيس الحمد الله عشرين كيلو ولست مكملة وهسبت بعد كده وخدت كمان من دكتور بسمة كورسة العظام وعمل لي كذا وكذا وكذا بس هو ده اللي انا محتاجاه شكرا جدا امال والله فرحت خسيت عشرين كيلو عشرين كيلو بالنسبة لي ده رقم ده انا بكسس بالسبعين والثمانين ما تورونا ورونا العيلة عائلة بسابيسو السور يشوفو يشوفو الاوزان طبعا فيه ناس ممكن تكون فيه ناس هتقول لي الله مش بعت بعتنلك الصور يا بسابيسو لأنا عايزة فيديو دي مستبقى معمول عشان هناخد عليه كورسة داي بصوا بسم الله ما شاء الله كان وزنه مية وعشرين كيلو فيما فوق خس خمسة واربعين كيلو في تسعة شهور بس مش عارف أقول لي اسمه عشان هو طلب ده اللي بعد يا شباب اه انا احترم عقول الناس يعني قال لي لأ قالت لي لأ ما تقوليش بتاع حاضر خلاص البنوطة الأمر دي على فكرة صغيرة جدا يعني اقولتلكو دي لسه يعني في مدرسة سنوية نزلت 19 كيلو في خمسة شهور واسبوع طبعا مش اقول اسمه مبروك عليك الجسم الجديد يا لوزا عشان خاطر تروح الجامعة كده حلوة اللي بعد يا شباب بسم الله من شاء الله ده بقى كان عامل اللي تغفره ده انت لازم تعمل فيديو انا بقول لك ولو شايفني دلوقتي نزل 33 و30 كيلو في 7 شهور وده انجاز ان هو نزلهم بالنسبة لي 7 شهور 33 كيلو انجاز ليه بقى لانه كان بلعب رياضة قدر ان هو يتحرق ويلعب رياضة مع اني انا ما بحبش الاوزان العالية تلعب رياضة ليه عشان لا قدر الله ما فيش حاجة ايه هب تكسر فيقول لك بسابيسو قالت نلعب رياضة وانا جسمي تقيل فتهم رجلك مقصورة ولا المفصل يطأ ولا يحصل في الفقرات زحزحة يعني في الفقرات يجي يقول لك ده بسابيسو يعني ما بحبش هو عمل ده من نفسه بس يعني شافوه ليه بجد يعني الله ينور الله ينور اللي بعده يا شباب بسم الله من شاء الله على فكرة ده راجل لو خدتوا بالكوا وعنده منطقة تسد ده معناقي ان عنده هرمون القنوسة عافية دي حاجة ما تضحكش هرمون القنوسة عالي قوي 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 والتستسترون الزكورة واطي قوي قوي وده طبعا بيعمل مشاكل ارجعوا لي طب يا شباب منطقة التسدي يعني في الرجالة انت عندك هرمون استروجين عالي البنات ما تعدش تضحك احنا كمانا عندنا تستسترون يبص بقى يا رجالك وعند يخلي بالهم التستسترون يحصل يعني اللي هو كده ما بين الزوج والزوجة ما فيش انتصاب خالص للراجل لو الاستروجين عالي لو الاستروجين عالي وتستسترون قلب انسى انسى يا صفاء انه الليلة يا صفاء سمعاني انسى الليلة يا صفاء ما فيش كلام ده خلاص طب احنا يا دكتور بسمة خسسناه ها وعالجنا هرمون الاستروجين اللي عالي ده اللي عامله مشاكل في اللها وصفاء متضايقة عايز اخلي فيها بسابيسو نازل الراجل 38 او 30 كيلو او تقريبا 40 كيلو 10 شهور وبقى عنده لتستسترون ضرب في النفوخ ليه الشلاجيت شفت كل عشبة ليه حاجة بتعمله الشلاجيت وفيتامين دال فيتامين اي فيتامين سي الام اس ام الام اس ام ده اقوى يعني يعني اقوى ايه الكابريت ده الكابريت اقوى معدن او اقوى يعني ساعد زواجات بيروع ليه كمان بروتين بيصنفوه كذا التصنيف بيلعب على دهون جسمك وهرموناتك انا اي حاجة اتلعب في الهرموناتها بس كون طبعية عشان ما تلغبطش الدنيا فبسم الله ما شاء الله اه صفاء افرح يا صفاء خلاص علجناله الدنيا وخاس وهرمون التستسترون الزكور عالي عنده ونزلناله هرمون الاستروجين بتاع الانوزة اه فايه لو جبتوا بنوتة سموها بسمة ميه ولو جبتوا ولد سموه بسمة ما بارفش مشكلة عادي يعني اللي اسمين هيليقوا مع بعض طيب انا كده وصلت الاخر الحلقة ما تنسوش الفيديوهات ابعتوها على الارقام اللي عشاش على الواتساب اه ولازم لازم ضروري جدا من عائلة دكتور بسمة اه ونبدأ نشرح اه مش شرحي كبير في اختصار كورس الفلاني جبتيه عملك ايه هاختار خمس فيديوهات وقت الفيديوهات كتير اختار عشرة بامر الله وده انا اللي قلته من نفسي مسؤولة عن ده عشرة فيديوهات هياخدوا كورس مجانا باختيار واي كورس هتشاوروا عليه هجيرك لحد باب البيت لحد باب البيت من غير جنيه لحد باب البيت بس مش اقول لكم غير كده طيب العرض لسه بيفضل موجود بعد الحلقة بس ابيس ايوه اهم حاجة احنا من عائلة دكتور بس ما يجيلك كورس مش بتاعة تيجوا تقولولي احنا عايزين فلوس نغت ما اقول لكم اهو انا بنبه كتير عشان خاطر ما حصلش اي لقبطة ونبقى دايما في امان وسلام بحبكو جدا 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 وماما النهاردة عملالنا مطارونة بشامل بس انا هكوت حت صغيرة بس عشان بحبها ومطوفيكي الا بالله عليها توكلت وإلهي قنيب السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة